موسيقى السلام عليكم في هذا المقطع سنقوم بالتعرف على كافية استخدام البحث الآمن في يوتيوب وذلك بهدف حجب بعض النتائج من الظهور عند قيامنا بأي عملية بحث مثل بعض المقاطع الإباحية العنف وغيرها من النتائج الضر في البداية نقوم بزيارة موقع يوتيوب ثم نقوم بالنزول إلى أسفل الصفحة نلاحظ أن خاصية السيفتي موجودة بالوضع الافتراضي وهي OFF أو لا يجد هناك أي عملية فلترة على عملية البحث نقوم بالضغط ومن خلال Choose your safety mode أي حدد طبيعة البحث ونختار ON بدلا من OFF ثم نقوم بالضغط على Save الآن نلاحظ successfully enabled safety mode أي بإمكانك البحث بالطريقة الآمنة من خلال يوتيوب للتجربة هذه الخاصية نقوم بكتابة أي كلمة مثلا سايبر وطبعا هذه الخاصية هي متاحة لجميع اللغات ما فيها العربية عند قيامنا بعملية البحث نلاحظ هذا الجملة هنا Some results have been removed because safety mode is enabled أي أن هناك بعض النتاج قد تم حذفها وذلك لأنك اخترت خاصية البحث الآمن الآن لدينا خيار آخر في خلال البحث الآمن وهو لمنع أي شخص من تغيير هذا الخيار لذلك نقوم بربطها مع حساب المستخدم لهذا المستعرض أو البراوزر نقوم هنا You can look the safety mode setting after you ونقوم باختيار sign in وهنا نقوم بربط عملية البحث الآمن وإعداداتها بالحساب الخاص بهذا المستخدم نقوم بإدخال الuser name والpassword أيضا نقوم بالضغط على sign in الآن انتهينا من ربط الحساب الخاص بيوتيوب مع تفعيل هذه الخاصية نقوم بالنزول بالأسفل ونقوم بالضغط على look safety mode on this browser ونضغط save مرة أخرى الآن للتحقق من عملية تفعيل هذه الخاصية وتجربتها نقوم بعمل sign out أو خروج من حسابنا ومن ثم نقوم بالتجربة مرة أخرى نقوم بالنزول بأسفل الصفحة على اعتبار أنه الآن مستخدم آخر غير المستخدم الذي قام بدخال كلمة السر والuser name الخاص به نضغط نلاحظ هنا أنه لا يوجد لدينا خياران on أو off وأنه safety mode is locked by ua cyber c3 وهو الشخص الذي قام بتفعيل هذه الخاصية مع حسابه طبعا حتى الآن لا يوجد بحث آمن مئة بالمئة ولكن هنا على الأقل قمنا بحجب بعض نتائج البحث الضرة لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع cyber c3 www.cyberc3.ae شكرا